التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم بضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل في تمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات وتطورات الأوضاع الإقلامية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ووجهت وزيرة الهجرة الشكرة إلى القوات المسلحة على دعمها جهود نشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين وحرسها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة